السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام الموضوع فيديو النهاردة موضوع مهم جدا 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 اللي هو جدري الحمام والجس طيب لو عايز الفيديو باختصار هتلاقيه في قناتنا التانية قناة معلومات في تربيات الحمام طيب نبدأ على بركة الله الجزء الاول اللي هو الشرح طبعا هو فيه مصل وقاية لكنه غالي جدا واللعبوه فيه بتبقى لألف حمامة طبعا احنا مش بنستخدم المصل ده ولازم تجيبه من مكانه المضمون بتاعه من الامصال اه فاحنا بنستخدم الوقاية طبعا الوقاية خير منها العلاجة طيب هي الوقاية ايه اللي هي نظافة المسائي ده اول شيء هنقول الجزء الاول الشرح هنقول نشرح اول الشرح يبقى الجزء الاول تمام يبقى عندنا مقدمة والشرح والوقاية واستحمام الحمام ورش الزغليل وازالة الحباية طيب الشرح هنبدأ نقول ايه الوقاية الوقاية اهم شيء طبعا غسل المسائي والاكلات وتنظيف عيون الحمام وتنظيف المكان عموما تطهير المكان بالرش بمبيض حشري واستحمام الحمام بلسيون بشري للاستحمام ورش الزغليل به لان الحشرات هي السبب في وجود الجدري والجس السبب الاساسي كل هذا من اجل الوقاية بس لكن اذا ظهر عندك حباية في زغلول ماذا تفعل طيب نبدأ نتوكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم نقول ايه الوقاية خلصنا الشرح الوقاية اللي هو افر ومكتين نقطة لنقطتين في فم الزغلول طبعا هو الافر ومكتين انا جايب بابوة المصري حاجة كده رخيصة الازازة دي بخمسة جنيه ده هدي نقطة في الفم في فم الزغلول كل عشر تيام يعني هنبدأ مثلا في الزغلول من عمره اسبوع وبعد كده نديله نقطة من كل عشر تيام ده وقاية جيدا مش هيخلي يظهر عنده الجدس مش هيطلع فيه حباية طيب ده فيه منه زي ما قلنا نسيب لك صورته ده المصري وفيه منه انواع تانية وفيه منه الانواع الاجنبي هسيب لك برضو صورة الانواع الاجنبية لكنه غالي يعني ممكن ما تلاقهوش فاحنا جيبنا النوع المصري اللي هو المتاح اللي كل الناس ممكن تلاقيه طيب بيستخدم ازاي النوع ده ممكن تستخدم منه نقطة الى نقطتين في الفم زي ما قلنا هنقول مثلا زغلول معنا من العمر ده نبدأ نديه نقطة لو كبير شوية ممكن تعطيه نقطتين نفتح كده الفم ونأتي نقطة بس تمام لو بقت نقطتين ما تخافش يعني هو ده يا جماعة بيستخدم في علاج جرب الحيوانات عشان كده ما انتاش يعني ما تكترش منه وممكن يتحط في الماء يعني يا الدكتورة اللي اعطتني الدواء ده قالتلي ان هو ممكن يتحط في الماء ده نقطة برضو نأتي كل زغلول نقطة تمام اهو يبقى ده ممكن نأتي نقطتين معنا كمان زغلول اهو يبقى كده عشان يتأكدنا اني بالطريقة طيب خلصنا الدواء ده اللي هو نقطة في الفم ده وقاية كل اللي احنا بنعمله ده وقاية ده معنا كمان ده تركيبة من عند الحجة اشرف خضير صاحب محلات افندينة لمستلزمات تيور طبعا ده في ضميات هو طبعا تركيبة خاصة هو عاملها تعمل منها تنقط منها على الزغلول ده بدل الاستحمام يعني لكن هوريكم الطرقة دي والطرقة دي اللي ما عندوش ده هقول له يعمل ايه يعني هو مسلا بيجيب الزغلول زي كده ويجي مسلا هنا يحط نقطة كده نقطة هنا على عظمة الدل دي تمام نقطة هنا تحت الجناح نقطة هنا تحت الجناح التاني تمام كده وممكن تحط كمان نقطة هنا في العظمة دي كده يضمن ان ما يجلوش اي حشرات تمام عملنا كده لو انت ما لقيتش ده تعمل ايه معانا دي بخاخة ازازة فاضية جيب اي بخاخة من عندنا حضرتك فاضية اي بخاخة معاك عندك اكسومسرين اللي احنا بنستخدمه في استحمام الحمام الكبير هتاخد سانتي من ده على اربع سانتي مية سانتي من اكسومسرين ده بشري سانتي على اربع سانتي مية وتحطهم في بخاخة زي كده وتجيب الزغلول اللي انت عايز ترشه او ما هتعمل كل الزغليل بالطرقة دي ده اذا ما وجدتش النقط اللي قلنا عليها دي معانا هون بخ نرفع الجناح نرش الريش تمام نرش الجناح التاني بفرده تحت الجناح الديل خلاص كده رشينا منه الزغلول بالطريقة دي هنرش كل الزغليل طيب كده عملنا جزء من الجزء التاني فاضل الاستحمام يبقى اللي هو ده تبع استحمام الحم رش الزغليل واستحمام الحمام هنحمي الحمام من ده برضو كسومسرين ده هنحمي منه الحمام الكبير بعد ما نرش نرش الزغليل ونحمي الحمام الكبير على فكرة ممكن تحمي برضو الزغليل معك لو تمسكها وتحميها بيدك في نفس المية اللي هتحمي منها ده طيب نروح على المية ونحط فيها الدواء بتاعنا كسومسرين انا فتحت الازازة هوا نروح عند المية انا جهزت المية هوا افتح العبوة دي ادى المية معانا ما يكون الازازة دي لو حضرتك الحمام في حشرات لو في حشرات حط نص الازازة لو ما فيش حشرات انا بحط ايه مقدار غطى على الجردل ده حوالي عشرين لتر هوا حطي الهم غطى هو مفروض سنتي على الليتر في الاستحمام الحمام وما تخافش لو الحمام شيرب منها فانا احط مقدار غطى الحمد لله ما عندش حشرات هوا غطى لو زادش هوا مش مشكلة تمام عملنا المية بتاعة استحمام الحمام الكبير هنفضي المية اللي عليها الدواء في العبوة دي نسيب الحمام يستحمى يوم او اتنين من في المية دي اللي فيها اكسومسرين البشري ليسيون بشري فيها جماعة نوع تاني اسمه افريزين اللي ما يلقيش ده يبقى النوع التاني او ممكن تلاقي افريزين ما تلاقيش اكسومسرين الموجود المهم ليسيون اللي بيستخدم في الشعر بشري الحشرات والجرب هتلاقيه في الصيدلات بشري نسيت اقول لك رش المكان هترش لو في لقيت ناصر ليسيون ده حط خمسة سنتي على لتر في اي بخخة ورش المكان رش الغية اللي انت مربي فيها خمسة سنتي على اللتر من ده امن ما تخافش لو جاء على الحمام رش كل الحيطان ورش المكان خمسة سنتي على اللتر من ده اسمه ناصر ليسيون ده بطري بيجي من عند بتاع المبيدات الزراعية طيب لو ظهر حباية في زغلول يعني حبات جس او جدري هتشيلها ازاي يبقى تشيل ازاي حبات الجس او الجدري طيب انا معايا ده اروح خل من عند العطار باتنين جنيه شوف هجيب لك كل الخيارات واي حاجة من دولها تشيل روح الخل من عند العطار باتنين جنيه روح خل من الصيدلية باربع جنيه اا كلولو ماك ده بمعروف بان هو بيشيل عين السمكة وبيشيل اهو بشيل الصند ويشيل عين السمكة طيب ثلاثة معانا اسيتون مزيل طلاق الاضافة طبعا كل السيدات تعرف ده اسيتون برضو من الصيدلية باشا معانا الاربع تصناف اي نوع هتلاقيه من الاربع دول ينفع انا بس استخدم روح الخل ارخص حاجة ارخص حاجة يا جماعة باتنين جنيه اهو استخدم ده معايا عود كابريت عامله كده زي سلكة الودان حاطة طالحة تقطمة واجيب ده لو ظهرت حباية هجبتصها في روح الخل هو زي الخل يا جماعة بس مركز جدا خلي بالك ريحته نفزة جدا مش هططئها وحامي جدا يعني لو ظهرت الحباية في العين ما تعملش جنب العين انا اقول لك تعملها ازاي لو كنت مضطر ازا كان لابد تعمل جنب العين هقول لك تعملها ازاي انا معايا الفرد ده والحمد لله ما فيش حالات تانية لكن شوف انا عملته نشفت ازاي هتعمل كده مش هتعمل اكتر من كده تيجي عندها وتدهنها كده مش هقول لك شيلها وقشرها وعمل هي بتنشف وتقع لوحدها شوف ازاي اه ده معمول قبل كده نشف ما شاء الله وما عادش عايز حاجة نشفت هاي الحباة دي نشفت تمام التمام التمام طيب لو هي ظهرت جنب العين كده تعمل ايه لو هنا حوالين راس الحمامة اوعى تخلي ده يجي في العين هي يطفلها عينها على طول ويبوز لها عينها لو ظهرت عند الدماء راس الحمامة او راس الزغلول عند العين هيقول لك تجيب مرهم العين وتم لعين الحمامة مرهم العين وتم لعين الزغلول وبعد ما تملع عن الزغلول عشان يحمي عين الحمامة بالمرهم وبعد كده تدهن حوالين العين يبقى ما دخلش الروح الخل ما دخلتش في العين او الاسيتون او اللي هو الكلول وماك تبقى معين الروح الخل والاسيتون وكلول وماك تمام ما تنساش اجزاء الفيديو طيب لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعرت و động فيديوهاتنا ورحمة الله وبركاته علشان verzرة وبركاته موت كنت ه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة